مرة جديدة من يابلس في ولاية منسوتا الأمريكية مسرحاً لاحتجاجات على خلفية مقتل الشاب من أصول إفريقية على يد الشرطة في أول حدثة واحتجاجات من نوعها في عهد الرئيس جو بايدن ففي هذه المدينة التي تتواصل فيها محاكمة شرطي متهم بقتل جورج فلويد قتل الشاب داون ترايت بإطلاق النار عليه من قبل الشرطة وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واجهتها الشرطة من قنابل الصوتية والغاز المسيين للدموع فهل تشعل هذه الحادثة من جديد مدينة منيابلس وهل تتمدد الاحتجاجات إلى مدن أمريكية أخرى وكيف ستتعامل إدارة بايدن مع هذا الملف معنا الآن من مدينة بوكاراتون في ولاية فلوريدا الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية كيلي هايمان كيلي مرحباً بك معنا في غرفة الأخبار ما الذي يحصل؟ لماذا اندلعت هذه الأمور مجددات؟ كنا نعتقد بأن الموضوع هدأ إلى حد ما بانتظار المحاكمة المتعلقة بجورج فلويد نحن نعود إلى المربع الأول تقريباً قبل كل شيء شكراً جزيلاً للإضافة أولاً أيضاً طبعاً صلواتي لعائلة المصاب فهو مات شاباً من المهم بالنسبة لبلدنا أن يكون هناك مظاهرات سلمية لذلك أعتقد بأن ما حدث هو أن الضباط شعروا أو أطلقوا عليه المسدس سنرى ما سيحدث بكل تأكيد مع التحقيقات فأنتم تعرفون بأن هناك المحاكمة الخاصة بجورج فلويد رحمه الله إذن نأمل بأن يكون هناك حل سلمي وأيضاً ليكون هناك إصلاحات في الشرطة لأن لديها إجراءات حتى لا تحدث هذه مرة أخرى إصلاحات في الشرطة هذه هي النقطة ربما الأساسية أن البعض يقول أن أفراد الشرطة وعلى الأقل بعضهم لم يتعلم الدروس المطلوبة من تجربة جورج فلويد وغيرها من التجارب التي شهدتها الولايات المتحدة هل ما زال هناك نوع من كما يقال بالإنجليزية بيزنس أز يوجول الأمور تسير بنفس الطريقة القديمة حتى بعد الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي أعتقد بأن المهم أن يكون هناك إصلاحات للشرطة بكل تأكيد يجب أن تكون هناك إجراءات وأنا قلت مما قرأته فإن الضباطة شعروا بأنها كانت تستعمل مسدساً صائقاً ما استعملوا المسدس إذن يبغي أن تكون هناك إجراءات حتى لا يحدث هذا ولا ينبغي أن يحدث هذا ومن المهم أن تكون هناك إصلاحات حتى لا يحدث هذا الأمر مرة أخرى أشرف المقدمة كيلي إلى أن هذه أول حادثة من نوعها بعد تولي الرئيس جو بايدن مقاليد السلطة في يناير الماضي البعض كان يعتقد بأن هذا الأمر مرتبط بالخطاب الذي كان متداولاً خلال السنوات الأربع الماضية خلال فترة الرئيس دونالد ترامب ولكن يبدو أن المسألة غير ذلك ما رأيك في هذه النقطة؟ أعتقد أن بايدن جاء وذكر بأنه ينبغي أن يكون هناك إصلاحات للشرطة وكان هناك جدل بأنه ينبغي أن نزع التمويل عن الشرطة ولكنه لا يدعم هذا ولا ينبغي أن يفعل هذا من المهم أن تكون هناك إجراءات حتى لا يحدث هذا مرة أخرى وطبعاً ربما كان هناك استعمال للقوة للمسدس بينما كان ينبغي أن يستعملوا المسدس الصاعق أو أي شيء آخر ينبغي أن يكون هناك إصلاحات للشرطة ونأمل بأن هذا لن يحدث إصلاحات الشرطة ضرورية ولكن أيضاً بنفس الضرورة ربما أكثر ضرورة هو التعامل مع مسألة العنصرية هل ما زالت مسألة العنصرية مشكلة أساسية تنخر في المجتمع الأمريكي اليوم؟ أعتقد أنها قضية بكل تأكيد حياة السود مهمة ولذلك فمن المهم أن ندرك هذه القضية ولكن نحن ننظر مثلاً إلى القمع مثلاً قمع الناخبين مثلاً في جورجيا حيث تحرم الأقليات من حقها في التصويت إذن أعتقد أن هذه قضية كبيرة وينبغي أن يكون هناك تغيير في بلدنا هل ينبغي التعامل معها على المستوى الفيدرالي أم تبقى غضايا محلية ينبغي على سلطات الولايات المختلفة ومنها ولاية من السعودة على سبيل المفهل أن تتعامل معها الأمر يتعلق بأي نوع من إصلاحات من المهم أن يكون هذا على المستوى الولائي كما على المستوى الفيدرالي طبعاً الأمر يرتبط بالإصلاحات ولكن بكل تأكيد نحن نحن بحاجة إلى الإصلاحات وخاصة مع التصويت وقمع الأقليات ومنع السود من الانتخاب من القانون الذي يضعه الجمهوريون إذن بكل تأكيد ذلك القانون ينبغي أن لا يفعل حتى تكون كل الأصوات تحترم الديمقراطية ينبغي أن تعطي الأصوات للجميع شكراً لك كيلي هايمين الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية كانت معنا من مدينة بوكاراتون في ولاية فلوريدا الأمريكية شكراً جزيلاً